هل وزارة الداخلية تلكأت بعدم ضمان أمن المصارف؟ أبداً وزارة الداخلية لم تتلكأ إنما وزارة الداخلية تقوم بواجباتها كما يجب أنا منذ أن توليت وزارة الداخلية قلت بكثير وضوح وجعت كررت أنه ما رح حط القوى الأمنية بمواجهة الناس ما رح حط القوى الأمنية بمواجهة المواطنين ما رح أقبل أنه يسقط ضحايا لي من المواطنين على إيد القوى الأمنية ولا من القوى الأمنية على إيد المواطنين المواطنين موجوعين الموضعين أصحاب حقوق لا شك في ذلك وموظف البنك بيقول لك أنا بطلع رهيني وموظف البنك عم يقوم بواج بيته والعنصر الأمني كمان موجوع مثل الموضع ويمكن أكتر فنحن بدنا نتعامل بحكمة وبتوازن المصارف كمؤسسات خاصة يجب عليها اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان أمن موظفيها ولضمان أمن مؤسساتها ولضمان أمن الموضعين الموجودين بداخلها والقوى الأمنية عم تقوم بواجباتها لحفظ النظام العام بالبلد قوى الأمنية كلها حسب اختصاصاتها سواء الجيش أو سواء قوى الأمن الداخلي أو سواء باقي الأجهزة الأمنية أمن عام وكذلك أمن دولي وكذلك كل الأجهزة الاستعلامية والاستخبارية التي تقوم بدورها إنما نحن مشغلة القوى الأمنية عنصر القوى الأمن أو عنصر الجيش أنه يكون واقف سيكيوريتي حارس للبنك ماذا لو حصل نحن عم نحروف عم نحرس أمن الناس أمن المجتمع أمن النظام بس إذا حصل حادثة مثل اللي شفناهن قبل يعني فات أحد المودعين ومعه سلاح واخد رهائن هل تتدخل عندها القوى الأمنية إذا حصل حادثة أنا راح أتعامل مثل الحوادث اللي قطعت اللي سبقت بكل رواء وبكل حكمة أنا كنت حريص يعني منذ أول حادثة صارت بالفيدرالبنك بالحمرة أنا كنت موجود بغرفة العمليات بقوى الأمن الداخلي مع المدير العام ورئيس شعبت المعلومات وكبار الضباط وكنا عم نتابع صوت وصورة شو كان عم يصير عباب البنك وبداخل البنك أنا كنت حريص على التعامل بكل حكمة وعلى عدم حصول أي اشتباك مسلح أو عدم سقوط أي نقطة دم أصحاب المصارف اعتبروا بحين أنه هذا تلك اتجاههم يمكن المودعين أو أصحاب الحقوق بالمصارف حيوك ولكن أصحاب المصارف كانت نظرتهم مخالفة نحن بدنا نحمل مجتمع بلبنان نحن أي تصرف غير اللي خدناه يلي كان كتير مدروس وكتير دقيق كان ممكن يشكل فتيل يعرض أمن البلد كله للخطر والاهتزاز القيادات الأمنية ووزارة الداخلية واعية وعير في كتير منيح شو عم تعمل نحن مشغلتنا أنه نفوت نخلي يسقط دم أو ضحايا أو أي اشتباك أو يطلع أي جريح من قلب المصرف نحن نحسب تماما الخطوات قوى الأمن بكل التجمعات اللي صارت بكل التظاهرات اللي صارت حتى بالتجمع اللي صار الأسبوع الماضي على باب أصر العدل أنا كنت على اتصال يمكن كل دقيقة بالقوى الأمنية بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي لكننا عم نستق خطواتنا بطريقة تحمي المؤسسة اللي نحن عم نحميها وتحمي الناس حضرة الوزير في تصريح سابق لألك حضرتك إلت أو شككت إلت في جهة تدفع بهؤلاء المدعين ليقوموا بهالتصرف اللي عم يقوموا فيه مين هي الجهة؟ على كل حال الجهات اللي هي قد تدفع أو عم تدفع المواطنين إلى بعض الفوضى هي مش عم تخبي حالة يعني عم تعتبر فوضى هذه العملية هي عم تكشف عن حالة قلت اللي عم يصار طبعا فوضى طبعا فوضى إنما يجب التعاطي معه بما يحمي أمن المواطنين المديعين وأمن القوى الأمنية وأمن المؤسسات سواء العامة أو سواء الممتلكات الخاصة أنا ما قلت المؤسسات الخاصة قلت الممتلكات الخاصة مين هي هذه الجهات اللي مش عم تخبي حالة؟ إن هي الجهات اللي هي كل يوم تطلع وبتصرح أو بتهدد يعني نحنا ما بيسوأ إنه نحنا نكون عايشين بجو تهديد دايم تهديد بشي عم يصير وتهديد بشي ما بده يصير وخلق أجواء وحتى بعض الجهات يمكن إحدى الصحفيات من إحدى وسائل الإعلام سألت ممثل رابطة المدعين على الموضوع معين أنا قلته ونرجع ونسمعه ويقوله حدا تاني